يسألونني عن برامج الذكاء الاصطناعي الخاصة بتغيير الصورة والصوت هناك كثير من المواقع تفعل ذلك هذه المواقع تشتري رخصة لإعادة بيع خدمات الذكاء الاصطناعي وتتضمن رخصة معالجة الصور ومعالجة الفيديو وتحويل الكلام إلى صوت وغيرها وبما أن الموقع الذي يقدم الخدمات يدفع كثيرا لقاء هذه الرخص يضع رسوما كبيرة على الخدمات التي يقدمها لنا مرحبا بكم اسمي هيبا وأنا من برنامج الذكاء الاصطناعي من موقع اسمه synthesis.io في هذا الموقع تستطيع كتابة ما تشاء بلغة تختارها ثم تجعل الكلام يخرج من شخصية تختارها أيضا من عدة شخصيات هناك أيضا مواقع أخرى لكنها مكلفة كثيرا في تلك المواقع مثل موقع اسمه digital bebebol text video يمكنك من خلاله كتابة النص الذي تريد ثم ترفع إلى الموقع صورتك وبعدها سوف يحرك الموقع صورتك بما يناسب الصوت ثم يقدم لك الفيديو دقة التحويل جيدة جدا ويبدو أن هذه الخدمات تتطور من يوم لآخر المشكلة الوحيدة التي أمامنا هي التكلفة المرتفعة من جهة وهناك مشكلة أخرى فخدمات الذكاء الاصطناعي أصبحت تغتال قدرتنا نحن على الإبداع والابتكار فأصبحنا مستهلكين لا منتجين الذكاء الاصطناعي سوف يزيد من ثروات أصحاب رأس المال وسوف يزيد تعاسة المستهلكين الذين خسيروا أموالهم وخسيروا عقولهم وخسيروا معنى وجودهم أيضا وأصبح هدف حياتهم العمل الشق المضني دون راحة ودون رياضة لكسب المال بما يكفي لشراء كل ما لا يلزم ولشراء طعام يساعد في زيادة الوزن ولا السمنة من أجلال التعرض للأمراض بعدها العمل أكثر فأكثر لسداد فواتير للدواء والعلاج هذه حياة المستهلكين ولهذا السبب على المستخدم الحصيف لتقانة الذكاء الاصطناعي أن يحذر من إهدار أمواله على أشياء لا طائلة منها